مرحبا كيفكم؟ اليوم إن شاء الله سأقوم بقراءة الدرس الشمس والريح تقابلت الريح والشمس ذات يوم قالت الشمس للريح نحن أقوى ما في الطبيعة قالت الريح في غرور لكن لا تنسي أنني أقوى منك تضايقت الشمس ثم قالت أعرف أنك تملئين الدنيا بوجودك وتخيفين الناس بصوتك القوي لكنني أضيء الكون بنوري وأبعث الدفء في كل مكان ولولايا لغطت الثلوج الأرض كلها ولمات الزرع والخلق والحيوانات ضحكت الريح من كلام الشمس وقالت لا تحسبيني ضعيفة عندما أكون هادئة ساكنة هكذا فأنا حين أهدأ أكون نسيما رقيقا أما حين أثور فأصبح ريحا قوية بل عاصفة هوجة نظرت كل منهما إلى رجل يلبس عباءة ثقيلة قالت الريح للشمس متحدية أقوان من يدفع هذا الرجل إلى نزع عباءته هبت الريح بشدة وأخذت تعصف بكل قوتها وهاجمت الرجل بعنف لكنه تمسك بعباءته أكثر وأكثر قالت الريح للشمس وهي يائسة لقد عجزت جاء دورك بدأت الشمس ترسل أشعتها الدافئة شيئا فشيئا وسرعان ما أحس الرجل بالحرارة فخلع عباءته قالت الشمس أيتها الريح هل عرفت الآن من الأقوى؟ يا صديقتي إننا نستطيع أن ننال باللين والرفق ما لا نقدر أن نحققه بالعنف والقوة